بكرا ان شاء الله حتكون المباراة الافتتاحية للنادي الاهلي في الدوري الممتاز لموسم 2023-2024 الاهلي بيستعد للدفاع عن لقبه مباراة صعبة مباراة مهمة مباراة دايما في البدايات بتكون الامور فيها صعبة انا راجع من السوبر الافريقي خسران السوبر الافريقي بعد مباراة فيها ظلم تحكيمي يبين وواضح وبعض الامور الفنية اللي اتكلمت مع حضراتكم فيها مع كابتن حلمي طولان امبارح اخدوا بالحضراتكم المصري من الناحية الفنية فريق كبير ومعا مدير فني قوي وعنده لعابين جيدين ان شاء الله ربنا يكرم ويستطيع النادي الاهلي ان يبدأ الدوري بكل قوة صحيح عندنا غيابات صحيح عندنا او راجعين من مباراة السوبر الافريقي لكن الجهاز الفني للنادي الاهلي ومدربه السويسري مرسيل كولر ان شاء الله يكونوا قادرين على التعامل مع المباراة وتحقيق افضل انطلاقة في بداية الدوري الممتاز الانطلاقة مهمة جدا 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 الانطلاقة مهمة في كل شيء الانطلاقة مهمة عشان ربنا يكرمنا ونعوض على طبعا لسه بدري الدوري لسه بدري ده اول مباراة ولسه ما بدأش الدوري بدأ الدوري العام المصري النهاردة بمباراة البنك الاهلي وطلاقة الجيش الفاز فيها طلاقة الجيش على البنك الاهلي بهدفين مقابل لا شيء في اولى المباراة وتفوق الكابتن عبد الحميد باسيوني على بابا فاسيلو المدير الفني القبروسي للنادي البنك الاهلي اللي حيحصل بكرا ان شاء الله في مباراة ولكن اهم طبعا او احنا دايما بنتكلم عن مباراة النادي الاهلي ربنا يكرمنا ان شاء الله في هذه المباراة ويلهم مارسيل كولر اللي كلنا ثقة فيه ويلهم اللاعبين اللي كلنا ثقة فيهم واحنا وقفين في دهركو وعمرنا ما حيؤثر فينا اي شيء حنفضل في دهركو لغاية لما ان شاء الله ربنا يكرمنا بالدوري وبالكاس وكل حاجة احنا نبذل اقصى مجهود في الاخر النتيجة دي بتاعت ربنا لجنة الحكام برئاسة فيتور بريرا اعلنت طاقم تحكيم بقيادة كابتن محمد عادل حكما للساحة ويعاونه الثنائي كابتن محمود أبو الرجال وكابتن سامي هلهل وعلى تقنية حكم الفيديو المساعد كابتن طارق مجدي ويعاونه كابتن محمد علاء هاشم ده طاقم التحكيم اللي حيقود مباراة النادي الاهلي ضد النادي المصري زي ما حضراتكم شايفين في تمام الساعة السابعة وزي ما قلت لحضراتكم قبل المباراة بساعتين هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة مع النجم الكبير كابتن أيمن شاوئي في الستوديو التحليلي مش هتتكلم عن التحكيم عام اسلام لأ لن اتكلم عن التحكيم هذه الاختيارات هي اختيارات فيتور برير المدير او رئيس لجنة الحكام اللي قال انا كنت بتفرج الفترة اللي فاتت عشان اقدر اقيم واقدر اضع كل شيء خلال الفترة اللي جاي بدأت الفترة او بدأت الدور الجديد من النهاردة النهاردة في مباراة البنك الاهلي وطلاع الجيش تقم التحكيم يعني لم يتعرض لأي انتقادات لانه لم يتعرض لأي يعني امور حصلت امور غريبة يعني بتحصل في الملعب فكان بالتالي التحكيم جيد النهاردة في اولى المباراة ايه اللي حيحصل بكرة ما عرفش كابتن محمد عادل من الحكام الجيدين يمكن هو كلامه عن الاحتواء هو اللي اثر فيه بشكل كبير جدا ولكن كابتن محمد عادل فنيا من الحكام الجيدين اتمنى ان احنا نشوف ان هو جيد بكرة يا رب ما اطلع انتقد اداء كابتن محمد عادل بكرة اداء كابتن محمد عادل وطاقم التحكيم اللي معاه انا مش عايز غير حقي ادي الاهلي حقه ودي المصري حقه بالمناسبة المصري له راكل الجزاء احسبها الاهلي ضده راكل الجزاء احسبها ولكن لو الاهلي له راكل الجزاء شبه بتاعة المصري احسبها المسطرة دايما عايزينها تكون واحدة فانا النهاردة مش هتكلم عن التحكيم غير ان انا اقول ربنا يوفقكم احنا في ظهركوا والنادي الاهلي دائم دائم ان هو في كل بيانات وقالك انا دايما في ظهر التحكيم المصري وهعمل كل حاجة عشان التحكيم المصري يبقى كويس ولكن من فضلكوا ادونا حقنا مش اكتر من كده بس ده اللي انا بقوله وده دايما اللي انا حفضل اتكلم فيه خلال الفترة اللي جاي جمهور الاهلي وكالعادة له دور كبير في الفترة اللي جاي في دعم الفريق واللاعبين وجهاز الفني علشان ان شاء الله تبدأ المنافسة على جميع البطولات القادمة نتمنى التوفيق لفريقنا بكرة لتحقيق افضل انطلاقة في مسابقة الدوري ان شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراة نطلع نشوف اول تقريب معنا النهاردة والنادي الاهلي يستهل حملة الدفاع عن اللقب ونرجع بعد كده مع بقية فقراتنا